شعار لنا أسماء ولنا وطن نظمت فعاليات في محافظة رامالله والبيرة وجنين ونابلس بمناسبة اليوم الوطني لاسترداد جتامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال وإسنادا للحركة الأسيرة في ظل ما يتعرض له الأسرى في السجون الشعب الفلسطيني صامد على أرضه ثابت متجذر سيظل يطالب بتجهامين هؤلاء الشهداء الذين يمارس الاحتلال جريمة مركبة باستمرار احتجازهم ليس فقط أنه قام بقتلهم وإعدامهم داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي بسبب التعذيب وبسبب الجرائم الطبية التي لا زالت ترتكب بشكل يومي بحق المعتقلين وإنما هو يعاقب عائلاتهم ويعاقب جثامينهم ولم يقم بتسليمها حتى هذا اليوم يعني فعليا الاحتلال الإسرائيلي يحاول السيطرة على الفلسطيني حيا وميتا وهو حي الأسر والتضييقات التي نشهدها وبعد الاستشهاد الحرمان من الدفن الحرمان من الحزن لدى العائلة الاحتلال يتحكم بحزن العائلة الفلسطينية من خلال منع دفن هذا الشهيد هناك العديد من العائلات الفلسطينية فتحت كبورا في المخيمات والكرة الفلسطينية وهذه الكبور لم تغلق بسبب سياسة احتجاز جثامين الشهداء مؤسسات العسر والحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء أفادت بأن سلطات الاحتلال تواصل احتجاز خمسمائة واثنين وخمسين جثمانا بينهم مئتان وستة وخمسون في مقابر الأرقام إضافة إلى المئات من قطاع غزة ولفتت إلى أن من بين الجثامين المحتجزة تسع نساء واثنين وثلاثين سيرا وخمسة وخمسين طفلا دون سن الثامنة عشرة وخمسة شهداء من أراضي سمانية وأربعين وستة شهداء من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان عزمي معتقل من عام 2014 حاليا موجود في سجن جلبوع أنا إلي من زاير عزمي من شهر ست العام يعني إلي تقريبا سنة وشهرين قبل الحرب في شهور كمان من بداية الحرب عزمي تعرض لهجم كبير داخل السجن تعرض لضرب وتعذيب ومنهج ضرب بشكل يومي العالم يتواطأ إلى جانب الجلاد ضد الضحية الفلسطينية كل هذا لن يثنينا عن ممارسة دورنا ممارسة صمودنا وثباتنا ولكن عزاؤنا أن السيد الرئيس وكل أركان القيادة الفلسطينية يتحدثون في هذا الموضوع وخاصة جثامين الشهداء مع كل المؤسسات الدولية ذات العلاقة بالبعد الإنساني والبعد الوطني الفلسطيني قضية احتزال جثامين هي قضية مؤلمة وموجعة ويمارس الاحتلال بها أقسى أنواع الانتقام من أهالي الشهداء هذه القضية هي قضية وطنية إنسانية بامتياز نطالب القيادة والشعب والحكومة الفلسطينية لتدويل هذه القضية ودفعها إلى المحافل الدولية وإلى مجلس الأمن لكي تكون أممية بامتياز يأتي تنظيم هذه الفعالية الجماهيرية في اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء لتشكيل ضغط جماهيري باتجاه تحرك فاعل لكشف مصير جثامين الشهداء والمفقودين والتأكيد على أن هذا الملف يبقى جرحا مفتوحا إلى حين استلام الجثامين ودفنهم في طر الوطن وبما يليق بكرامتهم الفلسطيني يتمسق بأرضه فلن يقبل أن يكون رقما لدى مقابر الاحتلال فالشهداء باقونا وخالدونا ومتشبثونا في جذور هذه الأرض إلى يوم القيامة لتلفزيون فلسطين كفاح ربيع رام الله